وكما عشان تبقى عارف ان الناس كتير بيتيجي بالضعف الجنس بتشخصوا انه سرعة قصف مش قادر يفهم اه مش قادر يفهم مش قادر يفهم هل دي سؤال بسيط بيسأل عنا هل القصف بيحصل وبعدين العضو يرتخي ولا العكس لو القصف بيحصل وبعدين العضو يرتخي يبقى سرعة قصف لو العضو بيتخي سنة الأول وبعدين يقذف يبقى ضعف جنسي ممكن يقذف قبل الانتصاب لا والعضو منتصب يبدأ يرتخي وبعدين ايه يخذف ومرتخي او العكس لو حصل بيتخاب للقصف بيبقى لقى هنا عندنا ضعف جنسي ومسبب سرعة قصفة سنوية ليه